من غير شك ستنتهي كثير من الخلافات وتمحي كثير من النزاعات إذا انتشرت الألفة بين الناس ومن نعم الله على المؤمنين أن يؤلف بين قلوبهم قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ومن طبيعة المؤمن الألفة والبعد عن الجفاء والغلظة ففي الحديث المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف والأخوة في الدين هي أقوى أواصر الألفة قال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ومن أسباب الألفة صلة الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسأة في الأثر ومن أسباب الألفة المصاهرة ولم تزل العرب تجتذب البعداء وتتألف الأعداء بالمصاهرة قال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ومن أسباب الألفة البر والإحسان فالقلوب مجبولة على حب من يحسن إليها لذا شرع إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم ومن أسباب الألفة تعارف الأرواح ففي الحديث الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يذهب الألفة فقال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا فاحرص على التألف مع المؤمنين لتكونوا معا في الجنة منعمين قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا